مسلسل العربشي الحلقة 14 درية خانم تعرف انه في سرقه بالخان تنتهي الحلقة الماضية وقت بتكون بدور وبتشوفها ام حمود وبتقلة لا تفوتي لعند درية خانم لانه عنده نسوان هلا وبدور بدها تروح لعنده فبتقلة روح يسنيها بهديك الغرفة التي يجي لعندك وبتيجي درية خانم لعنده وبتقلة سمعيني منيح شو بدي يقلك هاي الحركات اللي عم تعمليها ما رح توصلك لمرادك واذا تاني مرة سمعتك عم تحكي عن جواستك من نوري بدي يقصل سانك ماشي فبتقلها بدور ما عم قفهم عليكي فبتقلة درية خانم لك انتي نسياني انه زمرد ما يتابعون العالم كلها والناس بلشوا يحكوا عليي وانا بطبعي ما بحب حتى يجيب مع الدلي فبدور بتاعتذر منه وبتقلة درية خانم انتي ما بتعرفي لسه شو ممكن تساوي وبدور بتاعتذر كمان مرة وام حمزة بتقول للمعلم ابو حمزة عن اللي سمعته من بدور انه نوري رح يتزوج بدور فبيستغرب ابو حمزة من الحكي لانه بيعرف درية خانه ومنيع فبيقل لام حمزة انتي بجو سمعاني غلط او فهمتي الموضوع غلط اما عن وردي اللي بتسمع نفس الخبار عن بدور ونوري وبتسأل درية خانه عن الموضوع وبتقل لها اي جازة عن شو عم تحكي وبنتي لسه ما نشاف لتراب من تحتها بينما ام حمزة بتكون عم تفتع لبيوت الحارة مشان تلاقي عروس جديدة لابنة حمزة بتكون قادة بدور وبديعه زمرد على الاكل وبتقل لها بدور بشكل غير مباشر انه امي قدر لي خانه ممكن تنتقم من حدا فبتقل لها زمرد امي ما بتعرف النوم لحتى تاخد حقه واذا قالت شي او وعدت بشي اكيد بتعمله وعبده بيكون ما حسن يلي عم يوزع صدقات عن روح زمرد وبهي الاثناء بيكون حمزة ابن عمه لحسن لا طيله بمكان وبيقدر يضربه سكينه يغدر فعبده بينتبه وبيعلم على حمزة وبياخد حسن بسرعة لعند الدكتور وبينقذ حياته باخر لحظة وهو موجوع بيجي عريس لبلقيس خانم وابو احمد بيوصل للمعلومة انه ابو سليم بده اياها على سنة الله ورسوله وبالقيس خانم كتير تتفاجأ وبتقول انا مستحيل اقبل بهيك زلمة مثل ابو سليم بدي اعتذر منك يا ابو احمد وهيك منكون حكينا لكم اهم توقعات احداث الحلقة 14 من مستنسل العربجي بتمنى تشاركوا توقعاتكم انتو كمان واذا وصلتوا لهذه اللحظة بتكونوا من المتابعين الاوفياء للقناة اكتبوا لي اسم زمرد اذا وصلتوا لهون وبتشكركم كتير على المتابعة اذا عجبكم الفيديو وحبيتم بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس اذا عندكم اي اقتراحات لفيديوهات بتحبوا اعملها بتمنى تكتبوا لي تحت بالتعليقات